نعود إليك في موسكو يعني الحديث أيضا يدور على أن كانت مشكلة الولايات المتحدة بالنسبة للجنوب هو وجود إيران وحزب الله عندما تم استبعادهم بالاتفاق مع موسكو تركت واشنطن هذه القضية ولم تتحدث عنها هل هذا ما حدث بالفعل؟ هي أمريكان حتى لم لا يتحدثون كثيرا بشكل عام عن ضرورة تغيير حكومة سوريا مثلا عن ضرورة دعم المعارضة فبنسبة للجنوب فكانت عدة تصريحات أمريكية كأنها تحدد بشيء ولكنها كانت رمزية ومنذ البداية هي فهمت بهذه الطريقة في موسكو بالنسبة للقمة القادمة فلحتى الآن غير واضح بصراحة أقول لكم ما هي خطة أمريكان ولكن سيدة هناك كان سؤالي عن الدور الإيراني وحزب الله في الجنوب وهذا ما كان يقلق الولايات المتحدة هذا كان يقلق أكثر شيء إسرائيل وهي حليف الولايات المتحدة فأمريكان كان يعبرون عن خلقهم ليست بحماسة كبيرة ولكن إسرائيل شريكة لروسيا أم حليف استراتيجية لأمريكا وبالنسبة للقلق الأمريكي فهو كان منبثق عن قلق إسرائيلي أكثر شيء الآن أمريكان لا يركزون على هذه النقطة كثيرا إذن ما الذي يقلق الولايات المتحدة مما يدور في سوريا من الذي يقلق الولايات المتحدة علينا أن نسأل أمريكاني يمكن بالنسبة لروسيا فروسيا معنية جدا بإيجاد الحل نعم نحن نشعر بهذا القلق ونشعر أن أمريكان الآن غير معنيين كثيرا بما يحدث في سوريا ولكن بالنسبة لدونالد ترامب هي ممكن أن تشكل أحد الأوراق في يده إذا كان يريد أن يدخل في المساوامات مع روسيا ولكن مساوامات مباشرة برأي مستحيلة فستكون هذه اللعبة معقضة جدا وتشمل ملفات متعددة يبدو أمريكان الآن يريدون أن يبقوا في جزء معين من سوريا مثلا في شرقها هذا يعني أنهم يريدون أن يروا سوريا مقسمة وهذا خلافا مع موقف روسيا التي تسعى لتوحيد سوريا لأن مواقف روسيا الآن في سوريا ثابت جدا ولكنها لم تقل نفس الكلام مع ما تقوم به تركيا بالنسبة لتركيا روسيا تقول نفس الكلام روسيا أعدة مرات قالت للأتراك وحتى مرة وزير خارجية روسيا سيد سيرغي لفروف أزعج أردوغان منذ بضعة السابق وأتقال أنه على عفرين أن تعود لحكومة سوريا وسيطرتها فلا روسيا تقول نفس الشيء للأتراك ولكن بلهجة أخف يمكن لأن تركيا مع إيران تشكل شركين مهمين بالنسبة لروسيا في إطار عملية استنى موسيقى